موسيقى بوم بي او ام بي بوم يعني طافة عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة بس كثرة القلق والهم خر الشباب البوم بوم 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 شباب البوم يا ضحكة والبس مادامة مرسومة على هالشفاه نرمي كل حاجة الضرانة وارظهور نوما ننساه شباب البوم داما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان بنا شباب البوم موسيقى لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم موسيقى 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 لا إله إلا الله يالله الصباح خير ضيوف الفجر اي شمعي أبادي جاج ديك كده أزعدنا على البارح ما خلنا ننام أنت وحي ولا ما توحي ما يصير يا أبو زيد كل ليلتنا على هالحال وديتك مصحينا تلهي الليل أي تالي الليل انت لا يرضى عليك ترى باقي ساعة ويد من الفجر المفروض انك براحين توظين وراحين للبسجد تصلون او ما عندك ليت انت صلي بعد انت أبقى علامك انت اشغلتنا واشغلت المسلمين معك ما ترقيدات ولا تخلي المسلمين يرقيدون ادوى اقتل الله نيد وكان توديك حقك أي شمعات يا انك تسيت تديكك ولا والله العظيم اني انا بيدي لذكي امشوا يا عيالي امشوا يا هلا ومرحبا يا هلا بضرب حياك والله هني ولا ساعة بابك يا هلا ويا مرحبا حياك والله يا هلا يا هلا يا هلا والدي يا منعور لبيه يا يبا هانت تشوف اللي اشوفه يا والله اشوفه هذا ابو عامر عزمن له ريجيل ولا عزمنا والله انها عيب وسق جيب ابسيري عزمن ريجيل امني مين كوي سارك وخليك ابوي والله احنا بحق عزمنا سبع رجال وحنا جيرانه مع عزمنا وانحق الجيره يا يبا هايين يا ابو عامر يا هلا حياك والله والله اشعك سموا سموا ابو عامر ما هديتها منك يا ابو عامر ابو مناول حياك الله تفضل تفضل الحين تفضلوا يا مطارة الطيور برزاقها يا ابنا حل المطارة تشوفوها موجودة هالحين عزيمتكم تتعداني وأنا جارك الجدار بالجدار يا ابو مناول لا تفشلنا مع الضيوف بعدين ألعش أجاه معترض والدعوة محفوفة ويوم منها محفوفة على قولك وانت عزملك سبعة رجاجين ثاني عزمتني أنا وعيالي أربعة وصلنا أحد عشر ما عاد فيه حشمة ما عاد فيه مروة وتقدير أو كيف تخلونا الشيخ ابو مناول العياله وتعزمونا أبا الدجاج هي والله أبا الدجاج أبا الدجاج لا ما يأكل لحم إلا عند الناس أما بيته ما يأكل للأدجاج ما نكلم الحق اللي يرضيك هالحين إنه تعيش يوصل خير إن شاء الله عبداني أبو عامل حنما نقل طلع على واجب خاص كرح يا البثر طراري تشرط بعد ما يخال تعيشوا هالحين وباسر غداكم عندنا أنتم والجران حنواجبنا جزاك الله خير وصل وعذرنا ما نقدر نجي باتر يا ابن الحلال كل اللي حتي عن نفسه أنا أبا جي باتر أبو عامل عسعك على القوة يلا تفضل تقدرون تأكلون مرتين اليوم وبكرة بعد تفضلوا وأنتم يلا يا غاني يلا يبا يلا تفضل تفضلوا سموا سموا تفضل آسفين على الدخلة هذه تفضل يبا أفا خير إن شاء الله أنا أبو مناور أنا ويالي تعزمنا على أعظيمات وغيرنا تعزمهم على مفاتيح ها؟ لحم لحم يا أبو مناور ما تشوف لحم وبلد ولباني بعد الشيخ أبو مناور تقطع اللحم ثلاجة قسم بالله حطينا بالفريزن ما حطيناه بالثلاجة ما عاد فيه حشمة ما عاد فيه تقدير لغيجي جيناش عذكب عنا ولا ويف غداكم هذا موفر ولحم هبساس اشبع بهنت وبوك يا جمعت الخير لحم ثلاجة او مفطح كلها نعمة ربي اهم شي انها لحم كفوك يا أبا الدجاج كل من اللحم الثلاجة اقول هل اشهد ان المراجل تشايده احبا 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 ا عامر أنا يا أبو مناور ما هانت عليك كلمتك يوم أنك تقول أن المراجل تسايدة عز الله أن المراجل ما هي بتسايدة لا علي ولا على أبوي وهذه أربع خرفان لكل واحد منكم خاروف واسطروا ما وجهتم كفو كفو يا انطح كفو يا عامر والله أنك شيخ ورد شيخ داري ما دام هذا كلامك ومرجلتك وبيض وجهك هاجة نلجاب له أنت وابوك عندنا للعشاء ايه يا زين هالريحة بشني آه اسمعي مثل ما قلت كل ذبيحة في قدر ولا تنسين تطبخينا الرز بمرجة اللحم ما نمقصر يا أبو مناور بس الحين يوم أنك تبي تذبح أربع دبايح وراء ما وديتنا المطبخ ها 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 اوديه للمطبخ ودينا إياه على أقل كان خليتني أطبخ واحدة لضيوفك والباقي حطيتهم بالتلاجة وش ولو هالأسراب ها لا امعاصي وعلف امعاصي هانا باطبخ الأربع كلهم ويشوفونهم الضيوف وغير الضيوف هانا ما بيحدني ينقد علي أنا خانبنا النقادة آخ الله يصبرني الله يصبرني عليك هقول اطبخي بس وانتشاقته ولاي أكثر حتشت وقرقت دل حريم على آخر الزمن ولدي يا معجب اسمع أبيك تصورها على المفاطح كلها ها وثم ترسلها لقروبة الحارة أها بيبو زايد يشوفها وينجهر لأني ما عزمته أها بشرف ساعات كفو كفو يا هلا والله مسهلة حياكم الله على كرامة ابو عامر وابلد عامر الله يبعد تسفيك وأجزاك خير ونقو أنك ذاب حندي بيها واحدة وقاسمها على أصحانين كافتنا الله يحدين أبيعك ما هو هذا قدرك يا ابو عامر والله يجملني إن شاء الله في هذه وفي غايها مرأ سمه الله حياكم واحد اثنين ثلاثة أربعة نفس الذبايح اللي عطيتم إياها ذبحوها لنا قاسي اللي حندة شكراكم الله شكراكم الله شكراكم شكراكم كثر الله خيرك يا أبو مناؤر وراكم رسولتكم تغيرت ها طلعوا رسولتكم شوف طلعواها ها حتى أنت لسانك طلعه الشعر قاسرك حسبي الله عليكم وش ما أكرين أنتم حبر ولا لحم شيف ها قسم بالله لحم بلدي بعد وش لا لحم بلدي ناحية سانة غايت تقل في دجانة أكيد أنتم تبغوا تأكل وبلاش أصلا لو نبغى نأكل ببلاش ها حطينا شعر ولا صرصور في الصعب واتهمناكم رتا ها كذا نظامكم أركضوا يا جماعة أركضوا يا جماعة وش رأيك الحين كل ذلك يودهم يكلون ببلاش كل ذلك يتجبون وش ماكلين أنتم ساهم وانتم وش ماكلين جا دكتور جعفر ما الذي يحدث بالضبط؟ الخرفيت ده مرض جديد مصنف من غبل منظمة الصحة العالمية وهو بيصيب الخرفان وبالمناسبة هو عبارة عن فيروس بيصيب اللحوم والشحوم اللي بندسم بيها شواربنا عشان كده أنا أوجه رسالتي للأخوة المشاهدين الغابعين خلف شاشات التلفزيون وبقول ليهم بطلوا تدسموا شوارب بعض طب دكتور وماذا عن بقية المواشي من الأبل والبقر وغيرها؟ سؤال جميل جداً الخرفيت ده بيصيب جميع اللحوم الحمراء غاطبة عشان كده أنا ماذا يرليه أي زول يأكل اللحوم حمراء ما تخلوكم على اللحوم البيضاء آي عبدالله عبدالله بس هذي والحلبة الشح حدنا الله على الدجاج أقول لي الأخوة أبع لي خمسة دجاجات خمسة في أره خمستاشر أربع آلاف وتمنمية أربع آلاف وتممية غالية أخوة غالية طارت يا بوي بعد من قطعت اللحمة صارت الدجاج سعره عالي تدري عاد؟ مقدم تسدها أجل حطنا بيض البيض أغلى الطبق بألف ريال ليش؟ 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 أصبروا؟ ليش غالية؟ أنا أحب لأنتم؟ أنا أحب لأو العالم؟ ما يصير؟ ما يصير؟ يا بويا البيض طبيعي هو اللي بيجيبي الدجاج لو جالك بيضة فيها حبتين صفار صار عندك حبتين دجاج؟ يا بيضة خذي يا مرة هذه أجنح الدجاج تكفي للمدة أسبوع إلينا الله يحلها ونوفر حق الدجاجة جنهان؟ تبين أناك الجنهان أسبوع؟ وش فيها الجنخان؟ مهيب نعمة؟ ترى يشاريها بثلاثمية وخمسين ريال مهي مرخيصة الحين صرت تعارف النعمة والمباطيح اللي كنت عزم ضيوفك عليها يا شيخ الفلس وشي ها؟ هقولي ما راح اسكتي اسكتي ترى حق عفلة والله لسويس انت ونرض واحد اتفضل؟ شوفوا يا جماعة انحين الطبيب حي يجي ويشرح لكم طريقة العلاج وش أنت كنت مدعي لسانك؟ هل دقى أحد؟ أحس لون لساني عاجبني ما بغرج لونه الأصلي عرفتها على أساسا كي شي بك زينة ما أخرف عليك لسانك ياوا! مساء الخير يا جماعة كل واحد بقى يمسكوا كوبة اللي قدامه دي ويتغرر بالمحلول اللي فيها وبعدين يبلعوا ها ممتاز سوف نفعل هذا بقى لمدةidir 3 ايام وان شاء الله كل شي ستبقى زيدة والتمام لكن من النهاردة ما فيش شي يسمى ليش يولدها لحمة مرة يا دكتورو ولا حتى غل couple وانا حتى ضلع وانا الغلع amentsغنية يا جماعة في لها اللحمة متأكد انها كانت غيرها وان راحت صدقوا 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 جوجوا جوجوا صدقوا صدقوا هذه تكفينا اسبوع كل يوم نطبخ منها كبسة ولا مضغوط لا 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 حين نقطعها صغار ونستخدمها للشربة وليه يدام بتطول معنا أكثر خلونا متكسيم الحين وش يثبت ان كلام الدكتور فعلها صح وان اللحم المفرزة ما يضر معامل أطبخينها شوية جربة لا والله انا مني ماكر انت جربوا ولا انا عجيب والله يعني انت ما بخصم الدكتور انا عندي فكرة كلي يا جعلها بالعافية لماذا سوي كذا انا دائما اكل في المطبع لا بالعكس انت مننا وفينا بعدين من اليوم ورايح تكليل زينا على الطاولة لماذا انت مافي اكل حنا سبعاني سبعاني نو هنجري يه بات كلام انجليزي قفوا عليه سوفت انجليزي مش عرف سنتي مااخد الدورة بستمئة وخمسين عامل كلي السارفة طوولة كولي يا مهدي كولي بابا ليش زعلان لا ماما بابا مافي زعلان بابا يقول كلي علشان الاكل مايصر بارد يلا ماما لا ماما بابا لا ماما بابا 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 قولي يا ليلى دان يا لدان دان دان ليلى ليلى دان 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 وسانة احمر مافي شي يش خلاص انتهت المهمة روح المطبخ عجيب والله ايدي يا يه لا يه التجاجة التجاجة الله يرحمك بعدنا عز الله ايو والله كنا يوصف وضعنا الحين بالضبط هذا الغرض اللي طلبت ايبا بس علمني وشتبي فيه يا ابا مناور يا ورد ابا مناور يا ورد جاك 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 يا هلا يا هلا حي يا هلا يا هيا يا هيا يا هلا يا هلا مرحبا يا أهلا يا أهلا نقلط أو نقgee الليل لكل يا أهلا يا أهلا أهلا أقلطي طيجة كيف حال يا أبو مناور؟ طيب بخير عزيزك بخير كيف عيانك؟ إن شاء الله بخير الله سلمك وشلالك يا سبحان؟ عزيزك طيب خير عزيزك بخير وشلال عيينك وجيلانك وطيبين إن شاء الله بخير عزيزك بخير أقول يا أبو مناور يا أولدي سم خليك مع الضيف الله لا يحييه آمين وأنا أروح أشوف تجاجت من هناك أو من هناك ها؟ هبشر يا أبو هبشر أبيني دجاجتين وبك تضبطني فيهم جامبو ولا صغير؟ والله هذا عندك أكبر من الجامبو عطل لأنه عندي ضيفان أنا الدجاجتين عندي يا الحبيب بألف ريال تكفى تكفى أنا في وجه الله دم تضجك أنك تفزع معي أبشر فهذا دمتها قلتها تكفى أبشر بألف ومئتين لأن شغل الش حادثة عندي ما يمشي أفا والله أنا ما هقيتها منك الوجه الطيب تعرفني أنت عشان تتحقوها فيني؟ شوف بألف ومئتين ولا اللي بعده؟ سم 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 ألف ومئتين هذي ألف ريال ومئتين ومئتين أبشر سم حاسب هناك حاسب يا صديق عطاه دجاج زين جامبو حشا ورا ما تودع اللحم بالبنك بعد؟ لو حصل لي أوداعة بالبنك هذا بسكعي هنا لليوم الأسود عجيب والله تفكى 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 نخيتك تجاجة تجاجة واحدة بس أبيها ما تستحري؟ ما تحترم النظام؟ ما تشوف هاي الطابور قدامك؟ مشت الفلدة دي؟ أنا طالبك افزع لي تجاجة الوحدة أبعش فيها ورافي تفكى هالحين زان الدجاج عندك الله يا الدنيا أمر الله همر الله يا أبو زيد هش يسويذadoعرو يا الله حتى الحين صرت أبو زيد بدل ما كنت أبو Fantتجاج محب أن أبو بو زيد بسOh أنت الحين الشيخ أبو زيد لا أنا الشيخ أبو الدجاج لا ليس أبي أبو زيد الآن تغير الوضع كان ابو الضاد يدك على ألف و خمس ألف وخمش ممهيبوا عجد أبو زيت أجل رح عش ضيبانك لما نوزعتها والله أنك نورتنا الله سلمكم والله شلونك؟ بخير حسك بخير ريالك طيبين طيبين حمدين ها؟ طيبين طيبين هي خير إن شاء الله واش تبي؟ ما في لا لحم ولا تجاج بس أنتي العزيزة وانتي الغالية وانتي تاجا فوق الرأس واش وراك ها؟ تفكى يا حل يا مرحبا بالشيح سمحان تفضل 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 الله يحييك الله يحبيك يا حل سهلا يا حل يا حل يا حل حياكم الله ألف دجاجات وخمس بيضات تستاهلها تضل أحيكة يا خيرك عجيب والله يا أبو ناول عزيمتك تتعدان إنه ولدي وحن ما بأنا منك اللي جدار ما تعدمنا أنا أشهد إن المراجل تساعدة موسيقى سمي أبو عامر هذه أربعين من الدجاج تستاهلهم وعادوا سامحنا على القسور ما قسرت بارك الله فيك قفوا إيه هذا أبو منواول اللي نعرفه أجل .. ها quotidين أصحب لي يديür بسرك هل سمن بذات الدجاجة؟ يلا يبقوا ‫مشينا مش atom قيعي ... قيعي.. قيعي بشوف الفلفل كتب على التوناesi يقول له ايا تعال الهائ و اتقال اكرب يا بنا يا Checkout ما ابي يا ابو saber يابي قالت قطوة من كتير مأكل ذات تونات ايه، صاروخة شاورة و تلات مئة أنت الكونار اجلب لك أنا من الناحيتي بطلب الفيزا صح الشعور معربي ولا أشوف واحد يقول أبغذوك قطعة حالة والله بالعيال بدلي جايش ساعة عشرة احنا قلنا الوقت التسعة وكل واحد تونتوا معاه وانا تون ايه ما جبت التونة يا رخيص جايب العلوم الغانمة دكتور جعفر ايش اللي قاعد يصير بالضبط يا جماعة انا جايب لكم خبر جديد وحصري تعني ما بتاكلوا الهلوم بيضة اعني ما بتاكلوا الهلوم بيضة فيه مرض جديد بيمسك في الدياج ويصيبوا والله طبقه قلبيه قاله اشتركوا في القناة